طب نعمل ايه بقى؟ ازاي نتعلم بقى؟ تعالوا نتدرب بقى كل واحد بقى يشمر ايديه ونيجي مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونيجي كمان مع كتاب الله ونشوف هنبقى ازاي عندنا مهارة الاهتمام الزواجي اول حاجة ازهار الاهمية في الحياة وان نشرك حياتي قيمة اضافية ليا زي ما القرآن بيقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة يبقى كل واحد فينا لازم يحسس التاني ان هو مهم فاكر حديث السيدة عائشة لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر السيدة خديجة كثيرا ويثني عليها لما قال نصرتني حين صدقتني حين كذبني الناس و ازرتني حين وعطتني حين منعني الناس فالسيدة عائشة وارد فقالت له كثيرا ما تذكرها وقد ابدالك الله خيرا منها فحضرت النبي قال لا والله ما ابدالني الله خيرا منها وإن اللي حصل ويوصفتها بان هي حمراء الشاتق لكن حضرت النبي قال قد امنت بي اذ كفر بي الناس وصدقتني اذ كذبني الناس ووستني بمالي اذ حرمني الناس ورزقني الله ولدها اذ حرمني اولاد النساء فشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عارف اين فبيبعث رسالة لكل الناس حسس زوجتك وحسس زوجك ان هو نعمة ان هو قيمة اضافية من غير مناسبة نعمل الكلام ده من غير مناسبة مش لازم يبقى فيه مناسبة واعمل كده لما كل واحد فينا بينتظر مناسبة بييجي بعد كده كل واحد فينا منتظر ان كل واحد يعمل الكلام ده لا من غير مناسبة نقرر كل يوم ان احنا نعمل الكلام ده مرتين في اليوم مرة في الصبح ومرة بالليل ايه يعني ايه الاهتمام ده تبيان ان زوجي او بيان زوجي ان هو نعمة وبيان زوجتي ان هي نعمة حاجة كده من باب عبادات البيوت عبادة في البيت كده ان انا بيانه اللي هو مهم في حياتي ان انا بيانها ان هي مهمة في حياتي ان هي فتحت لي باب النعمة زي ايه ربنا رزقني بيك العفة ربنا رزقني بيك الأمان لازم نقول لبعض كده لما قلناش لبعض كده محدش فينا هيحس بأهميته للتاني يبقى ده رقم واحد يبقى احنا لازم نبين الأهمية والقيمة الإضافية فيها تاني حاجة سرعة التلبية والاستجابة للمطالب يا سلام لما زوجة مثلا والله هقول لكم حاجات بسيطة عشان تعرفوا بس احنا قد ايه يا سلام لما زوجة زوجة خارج من القوضة كده وهو عارف ان هي بتحب ان هو يطفل نور فمشي ونسي وهو قصد وقال لي مش مهم بقى يعني مش لازم كل حاجة تطلبها اعملها لها لحسنتي تدلع فرح سيبقى وما تفاشل نور هي تحس بايه بقى تحس ان هي مش مهمة ايه ده الحاجة بسيطة دي ايه شغل للعب العيال ده مش لعب العيال ده هي بتحس ان هي مهمة لما انت تلبيلها حاجة الحاجة لما انت تكون في مهنة اهلك تنادي على اولاد يا اولاد يا اولاد حد يخرج الزبال فييجي هو يروح منخرج الزبال لبرا البيت هيتحس ان ايه ان كلامها مهم هي شخصية مهمة في البيت وهو لما هي لما هي تعمل كده هو بقى لما ييجي ايه هو يبص يلاقي هي بسرعة راحت بعد ما اكل راحت جايبالك ببيت الشاي ايه ده ده انه مهمة بقى ده من غير ما بطلب اللي بيحصل ده بيحسس في البيت ان حاجة مهمة وانت لازم تكون فهم كده وهي لازم تكون فهمة كده ولزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي يحصل كان يسارع في تلبيت حاجات اهل بيته السيد عائشة تحب ان هو حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما تحب انه ويسابقها يسابقها فلما تيجي تسأله كيف حل العقدة يا رسول الله عقدة المحبة اللي في قلبه يقول كما هي يا عائشة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يختار لها دلع فيقول لها إن هي يباين لها ده الحاجة التالتة بقى يبقى أول حاجة ببساطة خلص أي يبقى أول حاجة وقالنا علي إيه إظهار قيمة الإضافية والأهمية تاني حاجة سرعة تلبية المطالب والاحتياجات إحنا على فكرة الحقيقة يعني أنا عايزكم تقولوننا الكلام اللي أنا أقوله أقوله النهاردة بسرعة بس أنا عايزكم لو إن كنتوا عايزين كل واحدة من دي لأن كل واحدة من دي مهارة بس النهار ده هنحاول ننم هذه المهارة كده لو عايزين كل مهارة نفردها بكلام وبتدريبات وشوية مهارات ابعتوننا على صفحتنا وإحنا هنعمل الكلام ده يبقى أول حاجة قلنا أو الجزء في المهارة دي أو أول عنصر أو أول سلوك في المهارة دي إظهار أن الزوج والزوجة كلمة إضافية بعيد بقى عن الكلام العبسي اللي احنا قاعدين من نسمعه الأيام دي احنا بنركز على أن احنا فعلا لازم كل واحد فينا نحسس التاني أنه هو نعمة من ربنا لأن ربنا عمل كده ربنا هو اللي جوازنا بدل الكلام العبسي بقى ومبالغات الذي لا يسال معنا لا الجواز نعمة وكل واحد نعمة يبقى كده نفهم بعض ويبقى ده متبادل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هو الكلام ده الكلام المتزن تاني حاجة ببساطة خالص أننا أسارع في تربية إيه؟ في تربية حاجة شريك حياتي سواء الزوجة أو الزوج وإحنا ضربنا أمثلة وإحنا لو عايزين بعد كده نفصل نفصل تالت حاجة التأكيد على الأولوية في الحياة يعني هي في ترتيب أولوياتي دايماً الزوجة يشتكوا يقولوا إيه بقى الزوجة تقول إيه؟ ده أمه أهم أمه وأهله أهمه عنده مني ليه طيب؟ وتقوله هو مش مهتم بيه فلما نيجي نسألها في جلسات الأشياء الزوجة تقوله لا أهله أهم مني أنا مش في أولوياته الشغل أهم مني يا هو بقى؟ هو يقول لا الأولاد أهم مني فيها تفتكر تقوله أنت بتغير من أولادك لا هو جزء من فهمه للاهتمام أنه يبقى أولوية في حياتك جزء من فهمها الاهتمام أنه يتبقى أولوية في حياتك ولذلك ببساطة خالص حضرة النبي يسألوه من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة قالوا ليس عن عائزة نسألك يا رسول الله أنا فهمت كده كلام حضرة النبي إنه إيه بقى؟ إنه وهنا صلى الله عليه وسلم عايز يبين إيه؟ اهتمامه بالسيدة عائشة عائشة قالوا ليس عن عائزة نسألك نسألك عن الرجال قال أبوها فنسبوا إليها يا سلامة سيدة عائشة عارفة أنه هي أولوية في حيات حضرة النبي لأنه هي أحب الناس إليه حاجة روعة تالت سلوك بقى الاهتمام بالمهم لشرك الحياة يعني أهتم بما يحب وما يكره يعني أعرف اللي بيحبه فأعمله وأعرف اللي بيكرهه فما أعملوه شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لي السيدة عائشة بيقولها إيه إني لا أعرف ماذا تكوني عني رضية وماذا تكوني عني ساخطة أو أنه بيقول إني لا أعرف غضبك ورضاك فإذا قلت لا ورب محمد كنت عني رضية وإذا قلت لا ورب إبراهيم كنت عني ساخطة فقالت له إيه السيدة عائشة أبض على طول هي عرفت أنه مهتم بيه فقالت له إيه السيدة عائشة بي أبي وأمي صلى الله عليه وسلم والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله يعني إيه اللي حاصل يعني هي بتقول حضرة النبي ده كل المسألة مثلا ننبهه وقال اسمك لكن إيه اللي حاصل حبك في قلبي فأول ما هي فهمت أنه مهتم بيها فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل كده والزك أنا بفهم بقى أن رسول الله كان في مهنة أهله لأنه بيقولهم أنه هم مهمين عنده فبيهتم بأنه هم مهتمين به مش أجي أسفه أنتوا بتأملوا إيه في البيت يعني لا ما ينفعش الحاجة دي مهمة أنا كمان هشارككم فيها وأحسزكم بأهمية دي طب كويس جدا جدا رقم خمسة بقى فن الغيرة بقى يا سلام على فن الغيرة فن الغيرة دوت لأن الغيرة في الحقيقة ليست هي الشك الغيرة أن أنا أحس أني شريك حياتي أنا عايزه يبقى معي على طول ولذلك الرسول الله صلى الله لما يكلم على سيد بيكلم على سيدنا سعد بيقوله ما أتعجبون من غير السعد لأن سيدنا سعد قال لو رأيته رجل مع مرأة اللي أضربته وبالسيف غير مصفح عنه فبلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غير السعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني من أجل ذلك ماذا؟ من أجل غيرة الله حرم الله الفاحش ما ظهر منها ومبطن في حضرة النبي يقول أنه بغير ليه طيب؟ لأن غيرة الواحد معناها أنه عايخاف عليه عايكون حريص عليه والغيرة دي فن في واحدة تيجي تقول لي في الإرشاد الزواجي ده مش مهتم بي فقولها ليه؟ قلت لم تغيرش علي يا ممكن حد يقول لي كلمة وهو ما يهتمش هو كمان تقول لي ما بتغيرش علي تشوف الناس بيقولوا لي كلامه ما عرفش إيه وهي ولا مهتم ولا شايفة ولا شايفة هي بقى إذن فن الغيرة كمان فالغيرة فن لأن لو زادت عن حد ده تخنق ولو قلت تبين أن شرك الحياة ولا حاجة رقم ستة بقى جودة الوقت المخصص يعني إيه جودة الوقت المخصص؟ يعني الوقت اللي أنا بخصصه للشرك حياتي يبقى جيد كده قفل التليفون ومهتم بيه وبصص في عينه وكمان بقول له كلام حلو وكل الكلام ده زي ما رسول حضرة النبي يسمع من السيدة عائشة حضرة النبي حضرة النبي الأمة وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين يوعد مع السيدة عائشة فيسمع 11 قصة عن 11 امرأة بينها وبين أزواجها يا سلام وحضرة النبي يسمع خالص وبعدين يقول لها في الآخر بعد ما يقول يسمع ده كله يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقك يا سلام على الاهتمام يبقى الوقت المخصص وقت محترم في جودة والسيدة عائشة كمان تسمع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتهتم كمان بسمع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتيجي تواسي حضرة النبي عندما يكون فيه شدة وكذلك ستينة مسلمة يهتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة مهمة كمان حاجة مهمة كمان إنه الحرص على الدعم وقت الشدة يبقى حريصه على إنه يدعمه ويسنده وقت الشدة زي ما حضرة النبي تكلم عن السيدة السيدة عائشة زي ما رسول الله دعم السيدة عائشة في حادثة الإف açık وكمان تكلم عن دعم السيدة خديجة رقم 8 الحرص على التنمية انها يكون حريصة على انها تتطور وتتحسن كتير من الستات تقول ده شافني بدبل وماهتمش انها يحسني ويخليني احسن رقم تسعة التعبير عن الاشتياق دايما ويتفقد حبيبته يتصل بين غير سبب يتصل بس عشان يبينها اللي هو مشتق لها زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده ويسأل عن السيدة عائشة ويسأل عن يبين اشتياقه للسيدة عائشة اخر حاجة هو فن التجديد الزواجي يعني ايه فن التجديد الزواجي ان احنا نعمل مفاجآت ونعمل حاجات جديدة الحاجات الجديدة دي بتحسس الشخص انه لسه حريص على علاقة ولسه العلاقة دي حية ما بتموتش ولسه العلاقة دي ما بتتبلش العشر حاجات دي اللي احنا اتكلمنا معاكم عنها هو ده فن ومهارة الاهتمام الزواجي الكلام محتاج انه يبسط اكتر من كده لو قلتنا على صفحتنا ان احنا محتاجين في كل نقطة من النقطة دي ان احنا نبسط الكلام عنبسطه لان احنا همين ان انتو تبقوا مبسطين وتبقوا سعداء لان انتو اصحاب السعادة والسعادة حقيقة والاهتمام الزواجي احد اهم مفاتيح السعادة الزوجية يا رب زيل عنا الهم واجعلنا كلنا من اهل الاهتمام بشركاء حياتنا عشان حياتنا تتملي سعادة وتتملي نور بمددك يا مولانا دائما نعيش في السعادة ونعيش في الجمال بفضلك وبكرمك وبمددك لبيوتنا بالمودة والرحمة شكرا